موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أعرب البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطر يرق القرازة المرقصية عن صروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد قائلاً إن تهنئة الرئيس السيسي محفوفة بالمشاعر الكبيرة ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة وأضف البابا تودروس الثاني إن مصر رمانة الميزان في المنطقة بثقلها التاريخي والحضري والجغرافية وتتعامل مع الأزمة الفلسطينية بمنتهى الحكمة والدقة على خلفية المساعدات التي تقدم لأهالي غزة مؤكداً أن مصر لها دور سياسي على مستوى العالم في إشارة إلى المشاورات التي تتم بين القيادة السياسية وبين كل المسؤولين في العالم وتناشد العالم من أجل السلام معرباً عن أمله في تحقيق ذلك على الأرض كما أعرب عن استعداده لأي عمل مشترك مع الأزهر يساهم في تحقيق السلام على الأرض داعياً إلى التفكير بطريقة متفائلة وإيجابية التقت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطروحات ومساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارة وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات الممنوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الإسبوع الجاري لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثقة سياسات ملكية الدولة وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الشراقة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمولات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعزم الاستفادة من تلك الأصول أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار القهربائي السريع العين السخنة العالمين مطروحة وذلك في المسافة من محطة السخنة وحتى محطة نجيب وأوضح وزير النقل أن شبكة القطار القهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة وكذلك خدمة المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر بالإضافة إلى خلق محاول لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مراكز التصدير تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مجمع السويس الطبي بمحافظة السويس لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة تمهيداً افتتاحه رسمياً ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل وتابع وزير الصحة أليات العمل ونظم الإحالة بمختلف أقسام المجمع كما تابع الخدمات المقدمة بقسم الطوارئ والذي يستقبل يومياً أكثر من 1400 حالة مشيراً إلى أن المجمع يقدم خدمات كافة التخصصات الطبية لأهالي محافظة السويس والمدن المجاورة ياخد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في السادسة مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاذ القاهرة الدولي في البروفة الأخيرة استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوتيفور وتنطلق في الثالث عشر من يناير الجاري ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب موزنبيك في الجولة الأولى في السابعة مساء الأحد الرابع عشر من يناير الجاري وذلك قدمنا الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية